اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل خلينا اقول لحضراتكم خبر سريع مهم جدا وعايزين نبارك طبعا لفريق أسوان صعوده رسميا للدوري الممتاز النهاردة كان عنده مباراة أمام فريق النصر التعدين انتهت بفوز أسوان بالنتيجة 2-1 بالشكل ده وبالنتيجة دي أسوان صعد للدوري الممتاز رسميا كمان طنطة فازت على غزل محلة 1-0 كده نأس لها نقطة وتسعد أيضا للدوري الممتاز عايزين نبارك لهم وأكيد حاجة تفرح لما يكون فريق زي أسوان في بلد جميلة أو محافظة جميلة جدا كلنا بنحبها وعندهم جماهير كبيرة وكمان فريق زي طنطة يعني دايما من المتعاطفين مع الفرق الجماهيرية أو الشعبية اللي ليها تاريخ كبير في الدوري المصري فبالتالي نبارك لهم ونتمنى لهم كل التوفيق بالتحديد أسوان رسمي طنطة لأس لها نقطة وتسعد من مطشين ربنا يوفقهم إن شاء الله طيب لسا مستمرين معاكم أستاذ أيمان محمد المحلل الفني الموقع عليها لكرة ونتكلم عن مبارات الأهلي وصان داونز ونتكلم عن الجانب الفني الخاص والتحليلي الخاص بفريق صان داونز إيه اللي عايزين نديفه كمان وإيه النصائح اللي ممكن نوجهها لفريق النادي الأهلي قبل هذه الموقع عايزين برضو نوضح لسيد المشاهدين فكرة إزاي هما بيتحركوا جوه أرض الملعب الـ الجرافيك الخاص دي دي فكرة الدابل سيكس اللي احنا بنتكلم عنها السانية واحدة نوقف لو هنيجي نتكلم أن الليبوزا أو ناسيمانتو هو اللي بيحاول يبني اللعب هنلاقي أن مابوندا وويكيكانا اللي اتنين الارتكاز اللي في عمق الملعب هيتحركوا في جهة معين خلينا بس نوقف عند أيوة لعب اللعب هنرجع لها تاني هنلاقي أن مابوندا وويكيكانا بيحاولوا يفضل المساحة اللي هما فين بالزبط عشان هلما في الارتكاز في عمق الملعب بالضبط كده وراحوا في نحة تانية عشان خاطر سيرينو او مابوي يبتدي ينزل يستلم الكورة ولما يجي يستلم الكورة هم يبتدوا بايا يعملوا عملية الزيادة انا كده فضت المساحة خرجت اللعيبة من عمق الملعب فانا كنت استلمت المساحة الكورة من خط الدفاع لخط الهجوم وبيبتدي اعمل الزيادة الهجومية بتاعتي طبعا بيبقى لفور فاتح في اقصى اطراف الملعب عشان خطر يوقف ظاهر الجنب هنا بنتكلم بقى على فكرة الدابل سيكس ان احد اللي ارتكازين اه سواء ما بوندا او كي كان بيبتدي يعمل عملية الزيادة مع اه اه مابوي وسيرينو في منطقة طلعب كو بتدي يتبادل معها عملية الكورات او بتدي يتبادل مع الكورات عشان خاطر يفضل المساحة بعد كده لزواني في الجانب الايصر عشان خاطر يبتدي يعمل الكورة عرضية الكورة دي تقريبا دخل منها هدف من اهداف ساندونز في دورة المجموعات اعتقد كان قدام اسك ميموزة كان نفس التكنيك ده حصل بالضبط لعبوا الكورة بهذا الشكل لغاية موصلت لي عمق منتات الجزاء ومنها احرص بابوي هدف المباراة فانت بتتكلم على فريق بيتحرك بذكاء عالي جدا 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 انك انت بتاخد الارتكازات بتوديهم جنب تاني فبتفضل المساحة لان طبعا لو رقيبي سابني مساحة فاضية هنشوف في الفلانكس او في الجرافيك التاني هما بيعملوا ايه لايكي كان بيشترك في عملية بناء الهجمع انت لو سبتني من فاش انك انت تسيب لعب في عمق الملعب او في عمق ارتكاز الملعب وتدي له مساحة وقت كافيين ان هو يبتدي يزيد عليك او ان هو يعمل خطورة عليك ده بالنسبة للفيديو الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه بالنسبة للفيديو التاني بقى يا جماعة لو جاهز معنا تمان برضو يعني نتكلم في امور كلها خاصة بالجانب الهجومي بالتحديد لفريق سانداوز تفضل الجوة الفيديو معنا طيب هنا هنقب بس برضو ثانيا حتى نصرح للسلام مشاهدين ينهجم اناك من ناحية اليسار هنلاقي انكي كان بيحاول او بيروح مع لانجرمان او ناحية لانجرمان في اقصى الجانب الايصر نحرك الفيديو هو اللي بيستلم الكرة هنا الكرة طالع من ناسيمنتا فينه الكرة اه فيناك في اقصى الطرف اليسار تمام 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 اتحركت هناك ناسيمنت وهناك كان اتحرك فيه جهة الجناح كيس وزويني ابتدى ينطلق في العنق وبيبتدي سناء الهجوم مابوي وسيرينو ينزلوا في العنق كنت شايف هنا هات مابوي وسيرينو الاتنين نزلوا اوي وضدت المساحة للاطراف عشان الخاطر يعملوا دور الصنع الالعاب في انك انت بتستلم الكرة بيفضل مساحة للاطراف يتحركوا مكانهم في سلمونهم الكرة بسرط كده طيب انا لما اجي اعمل الكرة بعمل اي انا زويني موقف قلب الزاهري الجنب فكيكانة بستلم الكرة بتحصل عملية تبادل الكرات ما بين المهاجم وما بين زويني في نفس الوقت لانجرمان طالع طبعا احنا شايفين من تحت كمان نواة مورينا اللي تكلمنا عنه في الصور عشان نوضح برضو لصالة المشاهدين ازاي الاوفراف بتتعامل طبعا شايفين مورينا بيتحرك من اول الفيديو لغاية ما وصل للمنطقة داته بتدلي بيحاول يجيب الجون على الاقصى العرضة البعيدة يعني انا جمعت اللاعب ناحية للشمال عملت زيادة نزلت المهاجمين لعمق الملعب خليت الارتكاز بتاعي تحول لظاهير جنب ديت فرصة للانجرمان مع زويني ان هم يعملوا صناعة الهجمة وفي الاخر خالص لفور ضم لعمق مونطقة الجزاء وورا مورينا يحاول يسجل زي ما حصل فيه مباراة لوبي ستارز طيب يعني دي دقاط القوة الخاصة بفريق سانداونز ومالتحديد في الجانب الهجومي لما بيجي يهجموا بيهجموا ازاي زي ما قالنا كده أستاذنا أو أستاذ عيمان محمد محل الفني في يلا كور وفي الحقيقة شرح مفصل لكن عايز بالتحديد اتكلم عن نقاط الضعف في فريق سانداونز جانب الدفاعي بالتحديد القص بيوم اللي ممكن يستغله النادي الأهلي عشان يقدر يحرز اهداف الهدف ناك اكيد هيكون غالق جدا من ناسب النادي في حاجة ان الضربات السبتة عندنا مهمة جدا لان هما زي ما هما مميزين في الضربات السبتة هما برضو مش جايدين في الضربات السبتة اللي عليهم الحاجة التانية ان انا برضو اعمل تحديد لمصارات الكرة ومصارات اللاعبين يعني ايه الكلام ده لما انا يكون عندي مورينة ولفور اللي اتنين الجبهة اليمين بتاعة سانداونز المقابلة ليه جبهة رمضان او اجايه لو من اللي هشترك فيهم وعلي معلول يبقى انا من الواجب ان انا ابتدي بالكرة نحية اليمين زي ما هما بيعملوا بالظلط انا ابتدي بالكرة نحية اليمين محمد هاني ويقدامه مثلا حسين الشحات او ايا ما يكون اللي هشترك فيه المركز الجناح الايمن ببتدي اجمع لعب في المنطقة ده عشان خاطر استدرج زويني ويلانجرمان في المنطقة ده وحاول استدرج احد اللعيبة زي كي كانة مثلا من منطقة الوسط للجزء ده عن طريق طبعا ان انت بتميل السلية عليه او كريم ندفد لما بيحصل الضغط ده او التجميع ده بتتواجد مساحة المين لنصر ماهر النصر ماهر هيبقى فيه مابون ده بس هو اللي موجود في منطقة وسط الملعب وبيبقى موجود قدامه السلية ووراه نصر ماهر وبالتالي انت بتحاول تجمع لها بنحية اليمين تحاول تستدرج احد الارتكازات المدفع واللي هما طبيعي جدا وهما بيلعبوا في بريطوريا ان انت هتحاول تهاجم ان انت تستخلص الكرة بسرعة او ان انت تضغط فانت لما بتيجي تعمل ده انت تعملوا زي فخة او مصيادة بتستدرجهم من ناحية اليمين لعمق الملعب اللي جابها الشمال لنا عشان تعمل بقى الفنتات اللي بنتكلم عليها الرمضان صبحي او التكملة الهجمية اللي بيعملها علي مالون ده تصور بسيط جدا جدا للي بيعمله او الممكن اللي الاهلي يعمله دايما نصيحتي اللي صارتي انه يلعب دايما على العمق جمع اللعبة في منطقة الاطراف هتلاقيهم بيضغطوا عليك بشراس وقافين عليك كل الزوائع لكن بمجرد ما بينقله دايما سان داونز عنده مشكلة ودي برضو مشكلة متكررة من اكتر من سنة دايما سان داونز عنده مشكلة انه بيبقى مركز جدا في المنطقة اللي فيها اللعب لكن المناطق اللي مفيش فيها لعب بتبقى يعني سيئة جدا سيئة فيها التغطية فيها بتبقى سيئة وعشان خاطر يقدر يلم نفسه بسرعة بياخد وقت لما انت تيجي تلعب الكرات على اقصى الطرف اليمين وعلى اقصى الطرف الشمال وبتعمل عملية الترنات دي بسرعة كتير جدا بتحصل خلخلة في الفريق كمان لما نيجي نتكلم ان هو طريق اللعب اللي هو بيعتمد على سناية ارتكاز والاجنحة اذا الكرة السابت او الكرة السكند بول بتاعتك لو انت قدرت تستخلصها من على حدود منطقة الجزاء هتقدر تصاوب بمنطقة السهولة او انك انت تحاول تجيب اهداف حاجة كمان مهمة جدا لو رمضان وحسان الشحاية الاتنين هنتخيل لهم الاطراف لو انت عندك الفريق مثلا متزن او بيلعب بشكل جيد جدا فالمذواجب عليك انك انت دايما تضم اوي للعمق تاخد المورينة وتاخد لانجرمان للعمق عشان تجبر لفور وزواني ان هم يرجعوا الى اقصى اطراف الملعب الدفاعي بالزبط كده برضو كمان حاجة فكرة جيدة انا بعتقد انها من الافكار الجيدة جدا انك انت لو نزلت نصر ماهر هو كده كده اللي اصرتي بيعتمد اكتر على تنظيم 4-3-3 وبالتالي انت لو عندك الصلاية وجد ندفد ونصر ماهر وبيسحبه او بيستنوا الضغط بتاع مابونده وكي كان لو دخلت رمضان صبحي يبقى هو المهاجم التاني او راس الحرب المتأخر خلف مروان او خلف اجيه برضو هتبقى دي فكرة جيدة جدا لانها هتقلل من المشاكل في تواجد نصر ماهر ولا لو نصر ماهر مش هلعب لا لو نصر ماهر موجود نصر ماهر دلوقتي الصلاية بيلعب وقدامه نصر وعلى يمينه نصر وعلى شماله ندفد رمضان لما يجي يتحرك من اقصى الطرف الى عمق الملعب هتتواجد انت عندك يعني مثلا هتخيل ان اللافور وزواني وقفين عنده محمد هاني ويعلم علوله ما بيهجموش ما بيضغطوش وانت مش بتستدرج وكل واحد مع لعب كل لعب مع لعب فانت عندك تلاتة من وسط حتى لو احنا شفنا في الفورميشن انا قد تواصل ان نعملهم تلاتة بالشكل المسلس ده وعندك مابوندا ويكي كانال اتنين موجودين مع بعض عندهم تلاتة مع اتنين لما يحاولوا يجيوا استخلصوا الكرة انت هتحرك المهاجم بتاعك او الجناح بتاعك لمنطقة الاطراف او من منطقة الاطراف لمنطقة العمق عشان يستلم الكرة وراهم فيبقى انت عندك مشكلة في وراك وفي مشكلة قدامك بس فدي باختصار شديد جدا بعض الافكار السهلة او البسيطة اللي ممكن الاعلي يقدر من خلالها يسجل وان شاء الله انا واسق بالله لانها يسجل ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا مباراة صعبة بكل تأكيد لكن انا بخلاف المباراة اذا اسألك سؤال بقى بما اننا بنتكلم على التحليل الفني طبيعي جدا ان قبل اي مباراة بالنسبة لأي فريق بيبقى فيه دراسة فنية للفريق الاخر وتحليل للفريق الاخر في ذل طاقت المبارايات ساقف الدوري او بطولي الدوري ابطال الافريقية ده ممكن يعمل تشتيت للعابين اللاعبين اللي هما بيسمعوا اكيد خلال المحاضرات كل الامور الفنية والتحليل الخاص بالفرق الاخرى انت كل يومين ثلاثة بتلعب فرقة ده ممكن يعمل تشتيت للعابين ده سؤالك ده مهم جدا جدا وقرأت نعمله حلقات الموضوضات ده مهم جدا فايد التحليل الاداء تحديدا انت متيجي تتكلم على تحليل الاداء وانت بتقول ان انت عندك ضغط المبارايات كم من الفرق بتطلع من بطولة كبيرة وتلاقي المباراة الثانية اللي بعدها في الدورة او في الكاس حتى على المستوى لان ده المصرية تحديدا يعني وتلاقي بيتغلب او تلاقي بيتعادل ليه لانك انت بيبقى عندك المدير الفني بيبقى مجغول بالفرحة او اللاعيبة بتبقى مجغولة بالفرحة ده غزبن عنك حتى لو انت قلت ان انا بقفل على اللاعيبة بتاعتي شاكده بتبقى محتاج زي كابسولة صغيرة فيديو مجمع فيه اكتر مثلا عشر دقايق او حاجة بالكتير قوي فيه بعض الحالات الدفاعية الحالات الهجومية ضربات السابتة نظام التحول بتاع اللاعيبة المراحل اللاب بيعملوا ايه الحاجات المميزة اللي عندهم باختصار بتعمل زي تشيك اوب كامل على الفريق فيه فترة زمنية قليلة جدا من اكتر الاشياء اللي بتأثر في فكر الانسان او في ذهنه هي الحاجات الحاجات البصرية لما انت بتشوف حاجة قدامك قدام عينك بشكل متكرر وبشكل واضح بتنطبع الكلام ده كله او بينطبع الكلام ده قدام دماغك او في عينك فدايما بتيجي انت في المباراة بتسترجع المواقف ديت وبتدي تتصرفها من خلاله وبالتالي فكرة تحليل الاداء انا دلوقتي مثلا وانا ما تكلم عن سانداونز انا خلصت شغل عن سانداونز انا ببتدي من النهاردة من النهاردة ببتدي احضر شغلي للمباراة القادمة اللي هي مثلا مباراة مصر المقص ففي الوقت الجهاز الفني واللعبين والهيد كوتش كلهم مشغول بالتحضرات لسانداونز انا خلص خلصت شغلي انا كمحل الاداء ببتدي الوقت افكر في مصر المقصة وبالتالي هو بيخلص انا بكون بخلص الشغلي بتاعي انا ببقى دايما سابق بخاطب وهي دي فايدة تحليل الاداء واللي اتمنى ان الناس في مصر يهتموا بيها بشكل فعلا علمي لان حتى الدول العربية الدول العربية بتلجأ بيه لان احنا للأسف عندنا بعض الاحيان الناس بتستخدمها بشكل خاطب سريعا قبل ما اختم خلينا ناخد توقعات بعض جماهير النادي الاهلي على صفحة القناة على السوشيال ميديا وبتحديد على فيز بوك احمد محمود قال ان شاء الله الاهلي هيكسب واحد سفر هاني قال سفر سفر مباراة العودة ان شاء الله الاهلي تاتة سفر يا رب بإذن الله مصطفى المغوري قال ان شاء الله الاهلي هي حيفوز واحد سفر اقرب محمود قال واحد سفر الاهلي سهام قالت اتمنى فوز الاهلي ان شاء الله واحد سفر يعني توقعات كلها رح انتجاه واحد سفر إن شاء الله يا رب تكون النادي للأهلي هشام غنيم قال إن شاء الله الاهلي واحد سفر يعني واضح إن فيه تفاقل كبير جدا آخر تلاتة معي نشأة الواحد سفر الاهلي هاني محمد قال واحد سفر وكمان حمدي قال اثنين سفر الاهلي يا رب تكون نتيجة إيجابية مميزة بالنسبة النادي للأهلي في هذه المبرأة أستاذ أيمان محمد المحلل الألفاني موقع يالك أوريا بشكرك شكرا جزيلا ناورتنا وشرفتنا فرسي جدا يا أمير وأتمنى أن أكون موقفت تصدر المشاهدين بمعلومات عن سانداونس شكرا جزيلا دي كانت فقرتنا الأخيرة من حلقة كلام في الميديا النهاردة اللي تكلمنا في كل ما يخص النادي الأهلي واستعداداته لمبرأة سانداونس المقبلة كل توفيق للنادي الأهلي في هذه المبرأة بإذن الله يرجع لنا بنتيجة إيجابية تدي أريحية بشكل أو بآخر قبل مبرأة القياب إن شاء الله في مصر ومهم إن في مجموعة المصرين النادي الأهلي يقدر يتأهل لدور نسوة النهائية من بطولة دوري أبطال لأفريقيا كل التوفيق للنادي الأهلي دي كانت حلقة الخميسة من كلام في الميديا سانداوني والخميسة القادمة إن شاء الله من نفس البرنامج إلى اللقاء أهلا بكم مرة تانية رجعنا لكم بعد الفاصل وبنا الصديفة في هذه اللحظات دفنا العزيز جدا أستاذ أيمن محمد المحلل الألفاني موقع يا الله كور أستاذ أيمن النور ده مشرفنا نسأل خير يا أمير ومنور ومتقلق دايما وسعيد جدا متواجد معاك إن شاء الله تكون حلقة جميلة ونفيد أستاذ المشاهدين ببعض المعلومات عن فريق سانداونز نحن أسعد طبعا باستضافتك وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة مميزة جدا إن نحن نتكلم عن كل ما يخص فريق سانداونز الجنوب الأفريكي وقبل مباراة طبعا الأهلي بعد بكرة إن شاء الله في ذهاب دور الثمانية من بطول الدوري أبطال أفريكي قبل ما نخش في سانداونز خلينا سريعا كده نتكلم عن المطشين اللي فيته سواء مباراة الأهلي والزمالك ومباراة الأهلي والتحاد في بطولة الدوري عشان نقف الملف الدوري نتفرغ للمباراة سانداونز في الملف الأفريكي تقييمك ورؤيتك للمطشين الأهلي تعادل مع الزمالك 0-0 وفاز على التحاد فوز مميز جدا رغم إنه هو متأخر شوية من نتيجة 2-0 طيب خلينا أقول لك بداية في مباراة الأهلي والزمالك إن اللي صارت يجروس لتنين لعب وأسلوب لعب غلط أنا دلوقتي لما باجي أواجه ظروف طرقة لما باجي أواجه ظروف طرقة والملعب السيء وعدم موجود أحزائيات مطر ده بيسألني بيرجعني كده لسؤال مهم جدا لو حبينا نوضح للسادة المشاهدين هي ليه الفرقة الإنجليزية كانت دايما بتلعب 4-4 طنيا في الثمانينات والتسعينات وحتى من بداية الكرة كان دايما أسلوب لعب معروف اللي هو الكيك أندران لما تيجي تسترجع الملعب الإنجليزية في الفترات دا قبل التحديد السيطة اللي حصلت بعد فترة البريمير ليج هنلاقي لأغلبية الملعب الإنجليزية ما كانش فيها نظام الصرف الجيد اللي هو يقدر يستقبل المباريات تحت ظروف طقس سيئة وإحنا عارفين طبعا أن الإنجلترا من أكتر الدول اللي بيسقط فيها وبتغطل فيها الأمطار طول الوقت عشان كده لو أي حد تفرج على أي فيديوهات في المباريات القديمة لفربول أو منشستر أو نوتينجام فورست أو توتينجام ووتس بيرز أو كل الفرق الإنجليزية الكبيرة في فترة التمانينات خصوصا هتلاقي دايما أن الملعب أشبه ببركة طينية عشان كده كان دايما أسلوب اللعب كي كان دران لو فور فور تو أو أربعة أربعة أطنين تلعب كرة دايما على الأجناب مفيش فرصة أنك تحاول تعمل بناء اللهب أو أنك أنت تعمل بوزيشن جيم أو تعمل الموضوع يبقى فيه استحواز كتير وبالتالي أنت كنت محتاج هي نفس الفكرة دي اللي كنت بقصدها أنه لازم جروس أو لصارتي كان أو أي مدر بيلعب في أجواء ممترة زي دي أنت مش محتاج أنك أنت تعمل تدوير كرة كتير أو أنك أنت تحاول تعمل استحواز أنت مش محتاج أكتر من الكرة توصل على حدود منطقة الجزاء وتحاول تلعب كرات عرضية أو حتى تاخد فاولات حاجة الثالثة كمان وده اللي احنا شفناه في المباراة ويأكد كلامي أن أغلبية الكرات الخطرة كانت في المباراة كانت عن طريق الكرات السبتة أو الكرات العرضية أو خطأ فردي زي الخطأ اللي واقع فيه عبد الغني مدافع نادي الزمالك محمد عبدالغاني مدافع نادي الزمالك قدام وليد أزارو تزحل الكرة وبالتالي كان عندك فرصة كبيرة جدا أنك أنت تعمل تهديف أو أنك أنت تصنع الخطورة على مرموها فأنا بالنسبة لي كانت مبراء كان محتاج حتى إذا كان كل المدربين أو كل المدربين كان محتاج أنه يتفرج على الشروط الأولاني عشان الخاطر يشوف اللعيبة بتفكر إزاي أو مادة أقلمها على اللعب لكن كان لازم في الشروط الثاني الاثنين كانوا يفكروا بسرعة وخصصاً لصارتي أن أنت تلعب أربعة تبعة اثنين خصوصاً كان عندك أجاي وإيه مرموان محسن موجودين في أرض الملعب وبالتالي أنت كنت محتاج بس شفتنج بسيط في مراكز بعض اللعيبة نقطة كمان كانت مهمة جداً اللي تدعم الكلام بتاعي أنك أنت وانت بتلعب بأحزية ملعاش علاقة بالمطر ومش أحزية المطر يعني دايماً اللعب يفكر في اتزانه الشخصي الاتزان الشخصي ده أنت أنت بتشوط الكرة في عندك قدم سبتة وقدم متحركة أنت بترتكز على القدم السبتة وبالتالي ممكن رجلك تخونك في الأجواء اللي زادي فده أثر كتير جداً على جودة الباص عشان كده هتلاقي نسبة الميس باص كانت عالية جداً 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 حتى في الهجمات المرتدة أو الهجمات الخطرة كرة بزي بتاعة أوباما يعني ما فكرش في التوقيت وكان بيفكر أكتر في البالنس بتاعه وبالتالي أنت كان عندك مشكلة كبيرة جداً في فكرة صناعة اللعبة أو بناء الهجم على الأرض في المباراة دي بالنسبة للمباراة الاتحاد سريعاً طمام بس المباراة دي لا أحدش يتمتع بيها خالص دي أسف يعني طبيعي طبيعي الأرض الملعب كانت سيئة جداً فأنت كنت محتاج أنا كنت بقولك أنت كنت محتاج دايماً حد يعني يديك يعني يبقى ناصح أمين كده يديك فكرة سريعا خلي بالك في الوقت الأرض دي مش هتنفح لازم نلعب كرة أرضي لازم نلعب حتى متواصل للتفاعل بس أنت تلعب كرة عاملية كيف وفي بيرك أصلاً على جانبي الملعب يعني يعني زي اللعبك هتوقف أسوأ لا أنت مش لازم تلعب الكرة أنا كنت تلعب الكرة يعني بشكل سريع يعني أنت بنتكلم بنتكلم مثلاً جيرالدو هيلعب الكرة على الطرف بشكل سريع هقولك على حاجة مثلاً على أبسط مثال فاكر الكرة بتاعت رمضان صبحي وجنش اللي كانت في الشروط الثاني اللي الكرة خبطت في رجل المدافع بتاع كان ساعتها أعتقد كان الوينش وجنش لقاطها كده سريعاً بالضبط كده هي كان في لغبطة، أنت مش محتاج أكثر من لغبطة أنت بتلعب الكرة طويلة.. بالضبط يعني هي أرض الملعب مش هتساعدك عن كده أي نوع من أنواع الحديث عن الفنيات هي بأنهم من أنواع الخداع للأسدادة المشاهدين والأسداد المشاهدين بقى سكية جد يعني أنت بتكلم على أرض الملعب انت مش محتاج غير أنك إنت تعمل كرة زي الأسلوب الإنجليزي كي كانت؟ أنت بتلعب كرة من وراء لغاية قدام على مساحة أطراف الملعب قدام المدافع حاجة من اتنين يما تطلعها اوت يبقى عندك فرصة انك انت تعمل رقمية التماس طويلة او بتعمل جملة تكتيكية وانك انت ترفع الكرة على طول يما هيطلعها كورنر او ممكن تدخدها فاول دربة حرة او ان هو يردها لك في نص ملعب بس يكون انت استغرقت مساحات او استحوزت على مساحات او عديت مساحات كبيرة جدا في نص ملعب المنافس يبقى عندك البلانس الدفاعي بتاعه او لتزان الدفاعي بتاع الفريق مش موجود وبالتالي انت محتاج ساعتها انك انت برضو تعمل كورة عضي ممكن ان هو يخطأ زي ما احنا قلنا انه هو يتزحلق انه هو يعمل فاول معاك يعني اي حاجة انت بتحاول بس انك انت ايه تخلخل المنافس تخلخل تمركز المنافس لان اي حديث عن فكرة انك انت تلعب كورة وانت بهدوء شديد جدا انت في كورة بتاعت رمضان صبحي حتى في الشوت التاني برضو اللي هو اخذ طريق حمد في ظهره ولعب وجري نحة مروان مروان يعني هو مش قادر يعني اللي رمضان بيفكر انه هو يبصي الكورة للمروان ولا ان انا افضل محافظ على البالنس بتاعي وانا بجري وورايا لعيبة او بيفكر في الاحظة اللي هو فيها غزبا عنه منافس انت عندك منافس زيادة اذا كان عندك الضغط وعندك المنافس وعندك تحركات اللعيبة اللي قدامك فانت كمان عندك المنافس الارض وكمان انت بتفكر في سلنتك الشخصية لان الواقعات في الاجواء دي او في الارض دي بتعملك مشكلة كبيرة جدا وبالتالي انا كنت شايف ان اللي صارتي او اي مدرب او اي مدير فاني بيواجه ظروف زي الظروف دي انك انت تلعب في ارض ملعب طينية انت مش محتاج اكتر من انك انت تلعب كرات ساطة وراء الدفاع او تحاول تلعب على الكرات العرضية او انك انت كمان حتى في تنفيذ الكرات العرضية اللي بتبقى على الارتفاع المتوسط دي بتبقى خطر جدا لان انت برضو على ارتفاع المتوسط اللعيب اللي المدافع هيجي يحاول شتط الكرة هيبقى بيرتكز على قدم واحد ممكن تقلش منه ممكن تعدي منه حاجات كتير جدا وكسرة الضغط في المنطقة دا او بالطريقة دا كانت هتجبر مدافعة الزمالك او مدافعة الاهلي اي مدافع في المنطقة دا انه هو يرتكب اخطاءه بالتالي فيه فرص للتهديف نسبة لمبارات الاتحاد مبارات الاتحاد بقى مبارات صعبة جدا ويعني لغاية ديها تسعين الاهلي كان لسه مجابش جوان وكانت مبارات سفر سفر لكن بعد كده علي معلول ادرن هو من تصويبه رائع بعد تمريره من جرالدو كانت مميزة جدا ادرن هو يجيب الهدف الاول والهدف الثاني كان لصالح جمعة واكيد الهدف تاني دا كمان لأبعد كتير جدا في صالح نادي الاهلي وما كسب اعتقد عديدة خارب بيها نادي الاهلي لكن بدأت انتقييمك للمبارات بشكل عاما بين الاهلي والتحاد طيب انا لو انا هختار مباراة هعمل فيها الروتيشن بالشكل العالي دا بالنسبة للا صارت لو انا مدير فني للاهلي او محلقة دا في الاهلي هختار مبارات الاتحاد هتختار مبارات الاتحاد طبعا بعد انتقد الجزئية دي على فكرة شرائية لا طبعا لانك انت ليه هقولك ليه لان دي اول مباراة بعد مبارات الزمالك انت عملت فيها المجهود بتعمل في اتنين او في تلاتة لان حجم اللعب او اللعب على الارض دا بيجهد العضلات بشكل كبير كمان انت عندك مباراة مهمة جدا بتؤثر في مشوارك الافريقي انت حافظت على فرق النقطتين مع الزمالك دا ربنا موفقكش وانك انتك ست وبالتالي انت لسه موجود في المنافسة حتى لو لو قدر الله حصل حاجة انت لسه المهم بالنسبة لك الموسم الافريقي او المشوار الافريقي بتاعك انك انت تحاول يبقى كل لعبتك جهس ما ينفعش انك تلعب زمالك 30 والاتحاد الاثنين وتتروح تلعب سانداونز يوم 6 ابريل مع رحلة صفر شقة طويلة جدا ممكن تقترب من 8 ساعات تقريبا على حاجة وبالتالي انت كنت محتاج انك انت تتريح الاناصر الاسائي كمان ليها حاجة ليها علاقة بالمنافس اتعاد سكندري نادي كبير وعظيم وفيه عناصر كتير جدا مميزة لكن لما باجي اقارنو بين وما بين بقية المباريات اللي موجودة في شهر ابريل لا انا هاختار نادي الاتحاد لبعض الاعتبارات اهمها ضعفه في قلبن الدفاع ضعفه عند ظهرين الجنب تقدر تعمل جيم اعلى من كده بكتير حاجة تانية بقى اللي انا كنت بالوم فيه على اللاسارتي انك انت معروف طبعا ان احمد فتحي هيفضل ياخد وقت او هحاول ياخد وقت لان احمد من اللعيبة اللي بتاخد وقت عشان خاطر تدخل في الفورم انا عشان خاطر بس معظم الاوقات احمد فتحي لما كان بيغيب تحس ان هو ما بقلوش فترة بيلعبش يعني اعتقد بيرجع على طول المستوى واعتقد دبان في خلال مباراة الاتحاد مستوى ما كانش بعيد اوي بالنسبة لعدد الايام والاشر اللي ملعبش في الفورة الفكرة في حاجتين انت بتحتاج من المدافع اذا كان هو مدافع يميل الى الدفاع فقط او قلب ظهير جنب بيميل الى الدفاع فقط اعتقد الموضاعب سهل على احمد فتح ماندوش مشكلة لكن اذا كنت انت بتلعب كظاهير جنب من واجباته وخصوصا في خطة لصارتي انه يفتح الملعب ونقوم بالزيادات الهجومية ده كان هيأثر على المستوى على مستوى حتى الرتمة او النفس بتاع فتحي انه قديه طول التسعين دي لصارتي كان مخلي فتحي يهدى شوية او يقلل شوية من الانتقلقات الهجومية بتاعته انا كنت بس عايز فتحي تحرك يعني عشر يارضات او خمساشر يارضة العمق عشان يخاطر يكون ارتكاس تاني في قلبه وسط الملعب عشان خاطر يعمل البلانس ده ويدي فرصة لجيرالدو في الشوط الاول او في الشوط التاني مع حسين الشحات انه هو يفتح يعمل دور الجناح لكن تمركز احمد فتحي طول الوقت كسلاسي دي كانت مشكلة بالنسبة لي طيب يعني اكيد يعني انتصار مهم ومميز بالنسبة للأهلي وجوني التاني بتحديد انا ما بشوفه ما بزهقش منه بصراحة نوم بتاع رمضان وصالح جمعة ورد فعل كمان الجهاز الفني واللعابين على دكة البودلاء كان رد فعل يعني اروع من الجون في الحقيقة احسن من الجنب كتير كمان لكن رمضان صحي بص الشخصية انا بستغرب والله لما حد ينتقد رمضان لعيب عندهم كيات رهيبة ممكن بعض الأوقات يا جماعة ما يبقاش موفق لكن بص ده عدة من الأول والثاني والثالث وبعدين بيدي كرة لصالح جمعة بالمقاس بالزبط وصالح كمان يحط هدف اكثر من رائع في الحقيقة يعني والمباراة انتهي في واحد سفر والعلي كان محظوظه ان هو جاب الجنين بعد الديئة تسين وكانت حاجة جيدة جدا وكان يستحق الحقيقة الفوس في المباراة دا بالنسبة الرمضان صبحي او الفنت العظيم اللي هو عمله والمراوغات والياق البدنية العالية جدا المتميز فيها الشكل كان حلو بس حالينا كمان نتكلم عن المدافع للاتحاد كانوا غلطانين يعني الحقيقة فهم رايحين بيعين نفسهم شوية انت رايح بيع نفسك فانت طبيعي جدا سهل جدا رمضان نعمل الكرة ديت كمان الريتم بتاع او الفوتورك بتاع بتاع رمضان صبحي وهو بيجري برجل اليمين رايح هو اسلوبه الليعب صعب انك انت دايما بتلعب على الشمال او انك انت المفترض بتلعب على الشمال بعد الكلام تيجي بص ببص بيمين لأ انت دايما بتطمع اللي عايب بص بص هو امام حطت الكرة نحية الجزء القريب من الملعب الجزء القريب من المدافع فبطمعك فانت لما بتيجي انا بقى خودها برضو لتاني لبر طبعا واجه القدم الخارجي ممتاز جدا وحطها في مكان رائع لصالح كمع كمان التكملة او البنتريشن بتاع صالح كان رائع جاي يعمل اسبرينت بنص الملعب عشان هو صالح تعادت كمان ازاره يعني انت لو انت عادت ازاره هو رايح حشان خاطر يجيب جون فكان طبعا كان المشهد كان كله حلو جدا وكان الاهلي موفق كمان في الكرة دا يعني كان هدف ممتع شايفت الهدف دا كان برضو كان هدف شكله سينمائي يعني شكله دايما انت تيجي تعمل افلام موسائقية يعني رب يعني الاهلي في يوم من الايام كده وفي سنة من السنين يعمل فيلم وسائقي عن اللحظات المؤثرة في تاريخ الموسم دي هتبقى من الاهداف المؤثرة او من اللحظات المؤثرة انك انت بتشوف كمان انك انت لأ انت وانت بتقدم وبتجيب الجون اولا انت كمان بتجيب الجون التاني بشكل سينمائي وبشكل حلو جدا بتستعيد فيه ثقة لعب كبير زي صالح جمعة اكيد الاهلي محتاجوا رمضان كمان ان الكلام عليه كتير هو برضو رمضان برضو عشان خطر نتكلم رمضان ايجابي جدا وشخصيته عالية جدا وقوي جدا ونفسيا وزهنين قوي بس كمان لازم يؤثر دا بشكل فني لازم في بعض الوقت لازم هو يكون اكتر قدرة على التصويب وانه هو ما يخافش وانه يلعب الكرة بشكل ان انت مش هتلاقي المدافعين كل وقت بيبوك كده فانت لازم يبقى مؤسس في بعض الحاجات اللي محتاج يطورها منها التصويب في الحقيقة رمضان ما بشوتش عالجون خلال او عارف يطورها هتبقى يعني اضافها بالنسبة له كبيرة وبنسبة لنادي الاهلي يعني اكيد بالتالي بعد فوز النادي الاهلي على الاتحاد روح مع عنوية مرتفعة انتصار مهم جدا قبل مباراة غاية في الاهمية واللي عايزين بقى نتكلم فيها وهي مباراة سانداونز في بطول الدولة الابطال الافريكي ودور التاريخ مباراة الزهب بالتحديد المباراة شايفها ازاي عايزين نتكلم باستفادة كمان عن فريق سانداونز ايه اهم المميزات اللي عنده العيوب اللي عنده ابرز كمان اللاعبين اللي متواضدين في صفوف افريق سانداونز طيب هو بداية المسيماني دائما اكتر المدربين الافارقة او صحاب البشر الصمراء الموهوبين في قارة افريقيا واكثرهم دكاء وخبص يعني وبيلعب ميند جيم علي جدا 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 دلوقتي او قلعب زنايا تصرحاته هو طبعا بيدحك هو كده بيدحك على الاهلي ويقول كده لانه هو طبعا الفاكر وقت الزمالك في الوقت ده انا يعني كنت قريب جدا من من موسيماني او فاهم افكار موسيماني موسيماني دايما بيحاول يلعب مع الزمالك وبيلعب مع الاهلي او بيلعب مع الفرق بتاعت شمار أفريقيا بشكل ان انا بحاول اديك احاول اديك انبريستيجك وانك انت فريق قوي وانك انت فريق عظيم وانك انت فريق هتعلم منك ولسه هتعلم منك وانا فريق ضعيف وانا فريق متواضع لغاية ما بيدرب ضربته يدي الفريق الثاني نوع من انواع التخدير وبعد كده يبتدي يقول لا والله انا كنت كذا وكذا وكذا ده 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 افكار دايما موسيماني بقى عنده كمان تيم وركة عالي جدا في فكرة التحليق ده موسيماني عنده محل الأداء خاص بفرق جنوب أفريقية ومحل الأداء خاص بفرق الجنوب في القرى الأفريقية ومختلف عنده وعنده محل الأداء خاص بفرق شبان أفريقي فالراجل ده يعني أو المنظومة بتاعت سانداونز منظومة احترافية عالية الجودة موسيماني يفكر في أن أقول لك مثلا يعني مستمر ده الموسم السابع تقريبا أو السادس لي مستمر بيلعب بأسلوب لعب جيد جدا 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 وهنشرحه ليه أو ليه خطر الأسلوب ده لما نيجي نشوف تجارب موسيماني السابقة هنلاقي أن موسيماني كان مساعد لكارلوس ألبرتو بيريرا مع متخب جنوب أفريقيا في كاس العالم وفي بطلاط أفريقيا بالضبط كده لما أنت تبقى مساعد لكارلوس ألبرتو بيريرا يبقى أنت أكيد هتتأثر بأسلوب اللعب البرازيلي على أقل في مستوى النار لما تيجي نتكلم أن تتكلم على جنوب أفريقيا أن أغلب الفرقة بتاعتها كانت دايما بتلعب بطلاط أربعة 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 أتنين فنيجي نقول أن دايما بيلعب سانداونز وأغلب فرقة جنوب أفريقيا لو بتفيست حتى لو تتذكر من حوالي ثلاث مواسم كان برضو بيلعب أربعة 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 أتنين تقريبا بنفس الأسلوب لكن موسيماني بيطور في أسلوب اللعب بشكل مختلف كتير لما نيجي نستعرض التشكيل الخاص بسانداونز هنلاقي أنه هو بيعتمد على دينيس أونيونجو اللي هو الحارس الأوغندي نعرفينه طبعا لعب قدام مصر أو قدام الأهلي قبل كده في فترات رفضر حراس القرى طبعا أونيونجو حارس كبير جدا وإن كان عامل السنة بتادي الوقت يرتفع عليه دلوقتي أو يزيد معه شوية فالبتادي الموضوع يبقى صعب عشانش هو طبعا التشكيل الخاص بفريق سانداونز ده خلال المباراة الأخيرة صعب دي نقطة مهمة جدا برضو عايز أقولي السادة المشاهدين عليها سانداونز في بريطوريا خارج مش زي بريطوريا يعني إلا ما بلعب على أرضي بلعب بطريقة 4-4-2-6 لتنين مع بعض لكن لما بيجي ألعب برأ أرضي بتلعب الطريقة مختلفة لعب 4-2-3-1 لعب 3-4-3 زي ما لعب قدام له بيستارز لعب كذا طريقة برأ الأرض لكن جوه الأرض بيلعب بأسلوب معين أو بأسلوب ثابت وبتشكيل أقرب إلى السابت فده التشكيل الأقرب ليه في جنوب أفريقيا في مباراة جنوب أفريقيا مباراة اللي بتقام على ملعبه بالزبط كده حتى لو مباراة محلية بالنسبة لهم أو أفريقيا بالزبط كده الزهير أيصر الاثنين الارتكاز بتوعه مابوندا وكيكانا كيكانا ده مستمر معا من 2015 بطولة اللي فاز فيها سانداونز على الزمالك في لقاء الزهاب والإيام في عنده لفورد ده برضو مستمر معا من المواسم السابقة وتيزواني سيرينو ومابوي دول الاثنين سنائي الهجوم المتحرك ده التشكيل اللي بيلعب بيه 4-4-2-4-2-6 يعني إيه 6-6 عشان أستاذ المشاهدين يبقى عارفين يعني الارتكازين بتوعه كيكانا وما بند عليهم أدوار دفاعية وأدوار هجومية ما فيش حد فيهم بيثبت بشكل تام وفيه واحد مثلا بتقدم لهوا واحد بوكس تبوكس لا الاثنين بيزيدوا والاثنين بيدفعوا بشكل متساوي باكماني مش متواجد في التشكيل الأساسي هو كيام صاحب أعتقد في فترة دي باكماني مع لمبي اللي هو اللعب لا باكماني مش أساسي عنده لا 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 هو باكماني تقريبا لعب بس المباراة الأخيرة قدام الوداد لكن باكماني حتى لما جيه توظف توظف في قاقب هجوم لأسي التعامي مش هو اللعب الأساسي شجاعة مدوا عليه لا بالزبط كده هو لفور اللي يقال أنه هو مصاب لكن أعتقد لفور هيلحق بالمباراة هو وزواني دول الاثنين الأجنحة المهاجمة سواء في اليمين أو في الشمال طيب برضو يعني ايه 4-4-2-6 اللي احنا قلنا أن احنا عندنا مابوندا وكيكانا الاثنين دول بيزيدوا قوي وبيرجعوا قوي طيب لما أنا أجي أتكلم على 4-4-2 اللي هي 6-6 أو اللي ما عنديش فيه سنائي في العمق أو واحد فيهم بيلعب في العمق يبقى لازم نشوف فيه تحركات كتير جدا جدا هتحصل لأني مش معقولة أن فريق زي ساندونز ده يعتمد على القرات الطويلة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها من شوية في مباراة الأهلي والزمالك لو لصارتي لاجأ لي لا أنا دلوقتي بعمل بعض التحركات الخداعية اللي بتخليني أقدر أوصل لمرمى المنافس بسهولة وبيسر وبكفاءة وبزكاء وما بفقدش القرى وفي الآخر بشكل هجم خطر طيب لما نيجي نبتدي الصور نشوف شكل الهجمات الخاص بساندونز عامل ازاي دي الصورة الأولانية احنا بالوقتي هنلاقي ان مورينا مورينا اللي هو الباك اليمين اللي عليه هاي لايتس الأصفر ده وبالزبط هو موجود بحنا نتكلم عن الباك يمين بيخترق الى أقصى درجات الاختراق نحو منطقة الجزاء المنافسة هنا سيرينو اللي هو رأس الحربة اللي هو اللي بيرفع القرى برد رأس الحرب اللي بيرفع القرى بالزبط كتب هتلاقي ان عندك لفور اللي هو الجناح وراء او في قلب منطقة الجزاء واحد عند زهير الجنب والتاني مع قلب الدفاع مابوي ولفور الاتنين بيروحوا نحية آخر اتنين مدافعين دايما عشان خاطر يفضوا المساحة لمورينا لما نيجي نشوف الصورة اللي بعدين هنشوف بقى مورينا بقى فين هنا مورينا بيسجل يعني انت اخترقت القرى واستلامت القرى وبتسجل جوه منطقة او طريبا جوه الستة يرضى وبتسجل الهدف من أسست المهاجم اللي هو متواجد على طرف الملعب أفضل ده اللي بيخالي هنشوف ده بعد كده في الجرافيكس اللي هنستعرضه بعد كده قدام هنشوف ازاي بيعملوا الفكرة ده بسهولة ويسر دي الكرة بتاعت مورينا وهو بيسجل الهدف في مرمى لوبيستارس الصورة اللي بعديها جماعة برضو نفس الفكرة احنا هنا بنتكلم برضو ان مورينا او مورينا موجود في اقصى منطقة الجزاء دايما هتلاقي مابوي ولفور بيحاولوا يشغلوا اخر اتنين مدافعين عشان خاطر يفضل مساحة لمورينا ان هو ينطلق في اقصى درجات الاختراق داخل منطقة بيكمل الاخر يعني بالزبط كده اه كمان مورينا بيعمل حاجة مهمة جدا بيعمل حاجة اسمها الاندرلاب يعني ايه الاندرلاب احنا عارفين الافرلاب ان المدافع او ظاهر الجنب بيطلع من بره المنطقة او بيطلع من بره الخطوط عشان خاطر يكمل هجم لا اهو بيعمل العكس لما لفور بيوقف شوية على الخطوط او بيبقى فاتح شوية الخطوط مورينا بيخترق من العمق وبيعمل صناقية لعب او لعبة صناقية كده مع مابوي ويكمل الاختراق لغاية الاخر اذا مورينا دوت من اكتر اللعيب المهمين جدا جدا في اسلوب لعب بيتسو موسيماني نيجي الصورة الرابعة دي برضو صورة كانت منيحة تانية برضو كان سيرينو بيلعب نفس الكورة برضو هتلاقي ان لفور في العمق وورا بالزبط مورينا برضو مورينا بيكمل حتى ده الواضح ان فيه اعتماد كل على هذا اللاعب ده حي يوم بيلعبه اللاعب دات وبردو من الشمال الموضوع بالعكس بس الاكتر ان انت عشان خطر تستغل مهارة زويني زويني اعلى شوية فنيا من لفور عشان كده دايما بتعمل ايه فيه حاجة اسمه مصارات كورة لانجرمان الباك الشمال بتاع فانت دايما بتستغل ان سيرينو بيبقى في الجابهة اليسرى او مهاجم جهة اليسار زويني جناح عالي جدا وكمان اتاك عالي جدا في الهجوم ودرابة تصويباته عالية جدا 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 وبالتالي انت محتاج اللاعبة الحريفة اللي تبقى موجودة عندك في منطقة بناء الهجمات تكون موجودة في المنطقة دات وبعد كده تلعب الكورة الناحية التانية ناحية اللاعبة الاقل لكفاءة مهارية لكنها عندها قدرة بدنية عالية جدا نيجي نشوف الصورة اللي بعد كده دي بقى بالنسبة للضربات السابتة طيب ضربات السابتة في الموسيماني بيعمل احنا باللوقتي بنتكلم على الكورة البعيدة او الكورة في الأوبين جيم او في الأوبين بلاي احنا بنتكلم على الكورة على العرضة البعيد طيب على الكورة الكورات السابتة بيلعب الموضوع بالعكس دايما بيخلي اللاعب اللي هيستلم الكورة موجودة على حدود منطقة الجزاء يبقى موجود على جزء السنتر أو هو موجود في السنتر ويحاول يخلي المساحة اللي موجودة على العرضة القريبة دي بعيدة خالص عشان الخطر يختارك في المساحة دي يعني هنشايفين الكرة بتلف هتلف في الجو يعني الكرة دلوقتي هتلف في الجو مش هيلف في البره خطر أيها زي من خط معمول كب بالضبط كده عشان الخطر تستلم الكرة وتقدر تصنع منها الخطور سواء بوان تطش في الجول أو أنك أنت تعمل حتى نوم من أنواع الخداع وأنك أنت تتمرر الكرة أو تسيب الكرة للعيب اللي جاء وراء برضو نشوف كرة تانية تمام قبل ما نشوف الكرة اللي بعديها اللي بيميز فريق سانداونز أكتر إيه هل الناحية المهرية ولا السرعات ولا الجانب البدني احنا عارفين أن هم يعني السرعات عندهم مميزة جدا لكن أكتر ما يميز هذا الفريق كل ما صدق كل ما صدق طيب كويس طبعا تتكلم مهارة وصرع مهارة موجودة وصرع وبدني كل فرق جنوب أفريقيا بلا السرعات تتمايز بالجانب المهاري والجانب الوعي التكتيكي في الجزء الهجومي بشكل كبير يمكن في الدفاع بيبقى الموضوع أقل شوية لكن في الهجوم كلهم مميزين جدا خصوصا سانداونز أنا برضا أنا عايز أقول لك أن أنا عندي ماتيريال لسانداونز من 2015 نفس سيستم اللعب نفس الطريق نفس سيستم اللعب كله هو هو واحد نفس الهجمات نفس طريق بناء الهجمات حتى مع رحيل بعض اللعيبة زي أخوة ماباليا بليات اللي هو اللعيب اللي زيبابوي كان عايب جامل جدا أنا بقول لك زولاتي زويني هو اللي بلعب مكان تمام ناخد الصور دي دربة ستة دي دربة ستة تانية برضو نفس الفكرة أنت بتلعب الكرة بتحاول تفضل المساحة على الجزء الهجمات عشان خاطر دايما ييجي واحد يختارط يسلم في المساحة دي بالزبط فدي كرة تانية طيب نيجي بقى للجزء التاني اللي هو زويني اللي احنا بنتكلم عليه من الصبح اللي هو الجناح الأيصر زويني عنده نقطة مهمة جدا غير أنه هو مهاري وغير أنه هو أكتف جدا على المرمى وغير أنه هو بيعمل صناعة لعب لا هو كمان زويني درجة قوته أو درجة تحكمه في التزديد جيدة يعني نيجي نتكلم في مبارات زي مبارات الوداد هو أحرز الهدفين بتوع المباراة سدد من زوايا تقريبا ميتة لكن التزديد ده كان قوي جدا 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 وفي المرتين كان حسن الحظ أو كان عنده حسن حظ عالي أو درجة حظ الجيدة أنه هو يدر ساعد أمه بالذات كده لكن إنت لما تيجي تتكلم برضو هنا احنا بنتكلم على مبوي ده اللي بيتحرك نحية الجناح الأيمن وزويني بيحاول أو بيخترق من العمق أو بينتقل من منطقة الجناح لمنطقة العمق عشان خطر يستلم الكرة في المساحة الفاضية ده كان في تحول كان سريع جدا وكان فيهن في أول سبع دقائق أنك إنت لازم تنزل بتركيز عالي جدا لأنه عندهم سرعة عالية جدا 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 في التحاول طيب السرعة البعضية من ضمن الحاجات الجيدة اللي كان في الوداد أنه هو لما استطاع أنه هو يتعادل هو عارف أن سان داونز السلاحه الأساسي طبعا إحنا لما بنيجي نوصل لآخر منطقة الجزاء أو لحدود منطقة الجزاء الحال الوحيد بتاعنا أنه نعمل كرات عرضية زي ما اتفعل فهو كان واضح جدا أن الوداد مذاكر المنطقة دات فهتلاقي في بتاع حوالي خمس أو ست لعيبة في منطقة الجزاء عشان خاطر يحاولوا يقللوا المساحات الموجودة من سان داونز لكن سان داونز كان عنده ابتكار جايج جدا أن زويني دخل في منطقة العمق عشان خاطر يتسلم الكرات اللي رجع لأنه مشاف أن فيه أكسرية عددية من لعبة الوداد لأن احنا بنيجي نتكلم على سناي ارتكاز أو أحد الارتكازات يدخل لجوه العمق وبالتالي هنبقى فيه مساحة فاضية كبيرة للمنطقة دات حوالي منطقة الجزاء وبالتالي أنت محتاج واحد يسد زويني انتقل للمنطقة دات وانت استدعان استلم الكرة ويسدد حتى من مرة واحدة وكان هدف جميل جدا لمصلحة سان داونز الواضح أنه معضم مميزات عديدة يعني بتحديد في الجانب الهجومي وطرق اللعب والسيستم زي ما أنت بتقول اللي يلعبوا به سيستم مميز جدا ولازم لدي الأهلي يكون حذر من هذه الجزائية بتحديد بالظبط كده ولو إحنا كان في بعض الحاجات برضو كتانية اللي إحنا كنا محضرينها إذا كانت جاهزة دلوقتي نبقى نتكلم عنها هنتكلم عنها بتوضح لنا إزاي بقى بيحصل البناء الهجمة يعني إزاي كي كان بيهرب على الأطراف إزاي سيرينو كل دا هنتكلم عليه بكل تفاصيل خلينا نروح لفاصل سريعة وبعد الفاصل الحديث يطول أكثر عن مواجهة الأهلي وسان داونز وبالتحديد من الجانب الفني وأكثر تحديدنا في مواجهة فريق سان داونز بعد الفاصل